من يمد إيران بسياسة الاستكبار واللا مبالا رغم عشرات العقوبات ومئات التهديدات الأمريكية بشأن برنامجها النووي يسأل عن هذا كل من يتابع واقع النظام الإيراني المصر على تطوير أشكال الإرهاب وابتداء أساليب جديدة في البلطجة على شعوب المنطقة وتجسيد حكاية الحمار والجزر مع المؤمنين بفكر خامنائي أملا في الوصول إلى وهم الامبراطورية بعد عدة تقارير عن زيادة إيران نسبة تخصيب الإيرانيوم يصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2012 وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية القرار الصادر من وكالة الطاقة الذرية يترتب عليه اتخاذ إجراءات مشددة في حال أصرت إيران على منع المفتشين الدوليين من دخول الموقعين المشتبهين بتطوير الأنشطة النووية ترجمة هذه الإجراءات إلى الواقع تكشف مدى جدية المجتمع الدولي في لجم طموحات إيران النووية وخصوصا أنها تسعى حاليا بكل وسيلة لامتلاك أسلحة أشد فتكا بحسب وكالة المخابرات الألمانية وعلى عينك يا تاجر كما يقال يتفاخر المسؤولون الإيرانيون بعرض فيديوهات لإطلاق تجربة لصواريخ كروز قصيرة وطويلة المدى في المحيط الهندي وبحر عمان وهذا الأمر يتعارض مع القيود التي تفرضها الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الإيراني كل هذه التطورات تكشف للمتابع أن نظام طهران مطمئن من ناحية عدم وجود عصى دولية غليظة تلجمه حقيقة الأمر ويدرك تماما أن دوره ما زال مهما لإعادة ترتيب خرائط المنطقة عن طريق الإرهاب ونشر الفوضى ونهب مقدرات بلاده والدول المجاورة وإلا لما وجد مبرر لإبقائه حتى الآن رغم أنه أصبح أضعف لاعب إقليمي ومنبوذا من كل شعوب المنطقة حتى التي كان يستغلها طائفيا لتنفيذ مخططاته